اختتمت منافسات الدور التمهيدي لدور كرة السلة بمواجهتين حيث شهدت الأولى انتصار فريق الجرين على حساب فريق التضامن أما قمة الكويت وكاظمة فحسمت بالشوط الإضافي لصالح الأبيض تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير جولة ختامية لمنافسات الدور التمهيدي لدور كرة السلة لن تقدم أو تؤخر نتائجها لفرق الدور الممتاز الأربعة التي تحددت والفرق الخمسة والتي تحددت أيضا بأن تكون ضمن دور الدرجة الأولى البداية كانت بفرق الدرجة الأولى والتي شهدت مستوى فني عالي لفريق الجرين مكتسحا سلة التضامن وبفارق عشرين نقطة في مباراة عن فيها التضامن والذي افتقد للعب المحتلف في صفوفه الجرين حقق انتصارا سهلا وبنتيجة 74 مقابل 54 كانوا يانا عناصر المحترفين كانوا يانا عناصر اللاعبين الخبرة المحليين وكذلك اضاف عليهم عناصر الشباب من تعارف احنا طبعا بالموسم هذا يعني صارت لنا اللي هو الظروف اللي الفريق يطيح الفريق يصعد بنص الموسم عندنا المحترفين اللي هو ان شاء الله من عندنا وردينا حين ثاني مرة من يدي يديد الحمد لله اليوم فزنا وكانوا ويانا اللي هو عناصر المحترفين اول مباراة لهم نزين قاعدين نجهز اللي هو حق الكاس ان شاء الله داشين فيه ان شاء الله اللي هو مثل ما انتعارف داشين نويه بياضي ان شاء الله صراحة اليوم اداءنا شوي سيئ كان بس قدرنا نشاء يعني نعدل اسكور كثير ما نقدر ونصلح اغلاطنا اللي سوينا هنا طول المباراة الحمد لله ما ما توفقنا يعني تشوف فريق الناقص ناقصة لاعب محترف ما عندنا الحمد يعني والفريق ضدنا عندهم لعبين محترفين مع الفرق اللي معاهم الحمد لله كان فرق شوي صغير قدرنا نافس فرق المستوى اللي بيننا وبينه كالعابين محليين الحمد لله الله يوفقنا باليان ان شاء الله اما في المواجهة الثانية والتي كانت ما بين فريقية الدور الممتاز الكويت وكاظمة فقد شهدت ندية واثارة وبروفا قبل مواجهة المربع الذهبي كاظمة قدم اداء راقيا وكان متقدما حتى اللحظات الاخيرة مع شوط المباراة الرابع لكن بعد ذلك عاد الكويت بقوة بعد ان فرض العميد التعادل لتتجه المباراة لشوط فاصل تمكن من خلاله الكويت من تحقيق الانتصار وبنتيجة تسع وثمانين مقابل ثلاث وثمانين انتصار أبقى الكويت متصدرا وكاظمة ثالثا إلى جانب تواجد القادسية ثانيا والعربي رابعا كفرق منافسة في المرحلة المقبلة على لقب الدول الممتاز لكرة السلاء رادي شمري لتلفزيون دولة الكويت